كان لأخ وقد قتل في الحرب ومضى عليه عشرة أشهر وأنا أريد الزواج ولكن أهلي يمانعون بحجة أنه لم يمضي زمن طويل بعد وفاته فهل لهم الحق في ذلك أم أن هذا يعتبر من عدم الرضا بقضاء الله لا يجوز لأهلك أن يربطوا بين وفات أخيك وبين زواجك بل لو تزوجت بعد وفاته بأيام لا جاز ذلك الذي عليهم أن يكونوا متصفين بصفات من قال الله فيهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أما أن يكون ذلك بمثابة حداد على وفات الشخص فالشخص قدم على ما قدم والإحسان إليه بالدعاء الصدقة عن خير من حجز الشخص عن الزواج أو الإشارة عليه بذلك بل بادر بالزواج وهذا التصرف لا يقره الشرع من أهلك ووالديك والنبي صلى الله عليه وسلم قال يماشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصل للفرج فإنه أغفض للبصر وأحصل الفرج فمن ما لا شك فيه أن إحصان الفرج أمر مطلوب وإعفاف النفس أمر مطلوب والإنجاب أمر مطلوب وقد أمر به الشارع فقال تزاوج توالد فإني مكاثر بكم الأمم فبادر وأقنع ولديك بأنه لا صلة بين وفات أخيك وبين زواجك وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر